ازايكم في الاول كده رحبا اعتزل لكم عالتأخير انا بقى لي حوالي اصبعين ما نزلتش فيديو ده بسبب كان ضغط شغل عندي كنت شغالة على كم مشروع كده ولسه مخلصة فساعدكم الفترة الجاية مش اقطع القطعة دي تاني وطبعا زي ما انتم لحظيني الستوب والديكور متغير شوية فانا محتاج رأيكم عشان اعرف اني احسن المكان اللي فات ولا المكان اللي هنا ده فسيبوا لي رأيكم تحت في الكومنتات نبدأ بقى في حلقة النهاردة اهلا بكم في الحلقة العشرة من كورس الانيميشن واللي هنتعلم فيها حركة الحيوان وهنطبق الكلام ده على رسمة الكلب دي هنخلي الكلب ده مرة يمشي ومرة يجري اللي هما يبقوا الوق سايكل والرن سايكل وهنبدأ باول حاجة هنشوف الرسمة بتاعتنا والليرز على برنامج الاستريتور يلا بينا ده الملف بتاعنا على الاستريتور ومسملكوا كل الليرز وفاصيلها ومزبطها وطبعا لو انت مش عارف بتعمل حاجة زي كده ازاي او بتخلي تقاطع المفاصل اللي هو يبقى واخد شكل دايرة كده ازاي فانا كنت عملت درس عن الموضوع ده هسيب لكم اللينك في الايفو وبعد كده هعمل سيف اس للملف ده بسفية الاي اي اللي هي الاستريتور وبعد كده هدخله على الاستريتور بعد ما خلاص شفنا الرسمة على برنامج الاستريتور هندخل رسمة بتاعتنا على برنامج الاستريتور وهنبدأ باول مرحلة هي مرحلة تنظيم الليارات وتصبيت امان كده بعد كده نسحب بتاعنا في الطايم لاين تحت وهنخش جواه هندوس عليك الكتين وهنا بقى نيجي عند الخلفية هنلونها مسلا بلون اخدر غامق اللي هو ده وبعد كده هنقفل لير الخلفية وهنيجي عند الخط اللي هو يعتبر الارض ده هنحدده كده وهننزله تحت هندوس كنترول وشفت والكوس المفتوح ناحية اليومين كده هنزل تحت بس تحت الخلفية هنطلعه فوق الخلفية كده بالشكل ده بس كده وهنلونه مسلا بلون بوني اللي هو البرون اللي هنا ده تمام وبعد كده التلات سحبات اللي عندنا هنسيبهم بنفس اللون ده مش هنغيره بس هنقفلهم القفل اللي هنا ده وكمان هنقف الليرو الارض. بعد كده نحدد الكلب الاول كله مع بعضو. وبعد كده هندوس كنترول وشيفته وحرف الS كده انا عملته كمموزيشن. هاسمической ده واحد. اللي هو الكلب الاول يعني. وبعد كده الليرز كلها دي الباقية دي هتبقى الكلب التاني اح示تها كلها كده. وبعد كده هندوس كنترول وشيفته وحرف الS وهنسمي اتنين بس كده تمام? بعد كده عشان هنبدأ نشتغل على الاول بس هنقفي القفل من على التاني. وهنبدأ نخش بتاع الاول اول خطوة هنعملها هنا دلوقتي هنحدد الراس كلها وهنحطها في كومبزيشن بعيدا عن الجسم كده دي كده الراس مع بعض تمام هندوس كونترو بشفت وحرف السي وهنسميها هيد كده الراس بقيت لوحدها هنخش جول كومبزيشن بتاع الراس وهنبدأ نعمل له كروب بس هنسيب حتة زيادة هقول لكم ليه الحتة الزيادة دي هنسيبها عشان الودان وهو بيمشي هتتحرك معانا هيتعمل لها روتيشن بطريقة معينة كده فيبقى فيه مساحة في الكمبزيشن بتقدر الودان تتحرك فيه بعد كده هنيجي عند الكمبزيشن وهنختار الخيار ده كده الراس اصل هنرجع هنا تاني هنبدأ نحط الراس مكانها ودلوقتي هنا هنزبط امكن الانكر بوينت بقى هنخش اول حاجة عايزين نزبط الانكر بوينت بتاعت الدماغ هنخش جوه الهد هنخفي الودان مؤقتا دلوقتي علشان نشوف الدماغ بدايتها فين نزبط كده الدماغ وهندوس حرف الواي بصوا حرف الواي ده الشرطة قط بتاعت اداة الانكر بوينت اللي هنا اللي هو حرف الواي تمام هتحط الانكر بوينت هنا كده بالزبط بحيس هو لو جينا دوسنا حرف الار عشان نعمل وجينا نلف دماغه هتلف على المحور ده ده كده مزبط تمام بعد كده نخش جوه الكمبزيشن تاني وهنزبط الودان دي وهنبدأ نحط الانكر بوينت بتاعت الودان هنا ودلوقتي عايزين نشوف الودان التاني علشان نقدر نحط فيها الانكر بوينت في مكانها فهنجي عند الودان دي بدل ما نخفي كل الليرز هنعمل حاجة اسمها سولو هنقف هنا هندوس على العلامة دي السولو دي بيخلي اللي انت عملت عليه سولو هو بس اللي بيظهر والباقي بيختفي يعني بدل ما توقت تخفي كل الليرز عشان تزر واحد لا انت ممكن تدوس على واحد تعمل له سولو على طول هو بس اللي هيبقى باين هتحط الانكر بوينت هنا بعد كده هترجع السولو كده الليرز بتاعتك رجعت تاني جدا عادي تمام بعد كده هتقف القفل من على الودانين وبعدها هترخى فيهم هتيجي بقى عند الجفن ده هترخى ناسي وفوقيه شيء بالزبط زيه بالزبط يعني بالستروك بنفس كل حاجة والنفس الالوان تمام فهنجيب البنتول وهنبدأ نحط نقطة هنا ونقطة هنا ونسحب كده بالشكل ده تمام ونكمل ونخلي الشكل طالع من بره كبير كده زي ما انا عامل يعني نبدأ بقى نزبط كده ندوس Alt ونسحب الكيرف ده كده تزبط معنا تمام بعد كده هنقف هنا عند الموف طول وهنيجي عند الفيل راح دايسين عليه وهني جي عند ال ونروح مختارين اللون ده تمامối وبعد كده هنيجي عند الستروك هنختار اللون الغمئ الا هو ده الستروك ده تمام وهنبدأ نصغل الستروك بتاعنا ممكن تخلين نشوف ميبع عشر يبعمل ازاي عشرا لسه كبير ممكن نعمله خمسة خمسة بارده كبير ممكن نعمله تلاته ثلاته كبير بارده اتنين اتنين كويس تمام بعد كده هتيجي عند إلي libro العين اللي هو اللابيات ده هتروح مكرره And ctrl c ctrl v تمام وهتطلعه فوق الجفن فوق الشيب بتاع الجيفن تمام؟ بعد كده هتيجي عند الجيفن وهتروح دايس هنا وهتختار ألفمات اللي هي أول واحدة كده ساعتها الجيفن بتاعه أخذ الشيبت عالعين بالزبط تمام؟ هتروح بقى جاي مفروض تخفي الجيفن اللي هو القديم هتشوف فين هتخفي بس اللير ده وهتيجي عند الجيفن هاتروح مصحه وهتبدأ تنزله تحت العين بالزبط العين اهي هتنزله عند العين هنا بالزبط وبعد كده هتروح ظهره من هنا بس كده والنين ده هتنزله برضو تحت العين اللي انت عملته في الجفن ده هتعمله برضو في العين التانية في الجفن التاني بالزبط هتجيب البنتول وهتبدأ ترسم شب بالشكل ده وبعد كده هتكرر العين لتحت اللونها ابيض دي كنترول سي و كنترول في وهتطلحها فوق الجفن وهتيجي عند الجفن مختار الفا مات اللي هي اول واحدة وبعد كده هتنزل لول تحت تحت العين بالزبط العين اهي وبعد كده هتخفي الجفن القديم اللي هو ده بس كده كده انت قد تتخلي الكرب يباربش عادي جدا هتيجي ما عند اللير بتاع الجفن نفسه اللي انت عملته جديد ده هتبدأ تسميه ده الجفن اليمين هتسميه راية جفن وهتيجي عند الجفن الشمال ده هتروح دايس في الينين برضو وهتسميه ليفت جفن وبالنسبة اللي ارات اللي انت العNet اللي هيا مخفقة دي هتدوس على العلما دي اللي هي بتخفى ليرز مؤكدا قدامك تمام وبعد كده هتروح محدد هنا ساعتها ليرز هتختفي تمام؟ طبق الومشان ده انا شرحته في حالة الريج بناعت الجسم لو انت انفع perspeل العلما دي وجيت دوست هنا على اي لير بيختفي مؤكدا وبتقدر تدوس هنا تاني الليرز كلها اللي انت خفيتها تظهر تمام؟ وبعد كده الخطوط اللي انت عملتها هي هي في الجفن هتعملها هي 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 في نيني العين. بس مش هترسم الشبب بقى لأ انت هتشتغل فوق نيني عادي. خليها نشوف ازاي. هتيجي عند الان دي. هتروح دايس كنترول سي وكنترول في. وهتاخد اللير بتاع الان ده هتروح مطلقة فوق نيني. تمام? وبعد كده هتيجي عند النيني هنا. هتروح دايس الفا مات اول واحدة. تمام? ساعتها كده النيني بتاع الان ما هيجي تحرك. هيتحرك في حدود العين. مش هيخرج برا الان. ودا المطلوب يعني ده اللي احنا عايزينه. تمام? هتخفي بقى اللير ده. مش عايزه. وبعد كده هتيجي عند النن العين التاني. هتروح عامل نفس الخطوات برضه. هتدوس كنترول سي هنا وكنترول فيه. هتروح مطلع العين دي فوق النن كده. وهتيجي عند النن وهتروح دقس الفا مات اول واحد. تمام? وبعد كده هتخفي الشيب اللي انت ده مش عايزه. وبعد كده خلاص بتقدر من النن تتحرك عادي في حدود العين والنن ما بيخرجش برا العين. وده المطلوب. وطبعا كل كل ده هتنا شرحتوا قبل كده. هنيجي بقى في الخطوة دي اي حاجة تخص العين الليمين هنعملها لون احمر. واي حاجة تخص العين الشمال هنعملها لون اصفر. كده اللي هنحنا هنحرك منه ال layer بتاع الجفن وال layer بتاع النن ني. مش هنحتاج اي حاجة تاني. فهنيجي عند على العين ده بقا مش محتاجينه. اللي هو اللابية ده مرخفيه مؤقتا من هنا. وهنيجي عند الفيس الاهال راس. مش محتاجينها الفيس نفسه مش محتاجين. والليار ده اللي هو ليار ايه ده? ده ليار زيادة كده عن المساح. وبعد كده هنزل الودان عادي جدا زي ما احنا. وهنخلي الودانين مثلا بلون اخضر. بس كده احنا كده مش هنحرك حاجة تاني غير ان العين والجفن وخلاص احنا زبطناهم. هنرجع تاني الكلب المبرج جسمه كله. وهنيجي عند الراس هروح حفلين القفل من عليها. بعد كده نحدد الرجول دي كلها كده مع بعض. بس مش هنحدد الجسم معهم. وبعد كده هندوس حرف عشان نجيب الوباستي وهنقلق الوباستي بالشكل ده. وهنبدأ نحط في مكانها. هندوس حرف الي وبعد كده نحط هنا بتاع الجزء اللي فوق. وهنا التانية في نص الدائرة بالزبط. وهكذا برضو هنا. وهنا برضو نفس الكلام في الجزء اللي فوق ده. انا مش عارف احددهم الجسم فهنفل بتاع الجسم. وبعد كده هنحدده اهو. وهكذا في بقى الرجول بنفس الطريقة هم الأربع الرجول زي بعض بس مكررين بس وبعد كده هنرجع للواسطي تاني عادي جدا وهنيجي عند الرجل دي هنلونها بلون أحمر والرجل دي هنلونها بلون أصفر والرجل دي هنلونها باللون اللي هو البلو والرجل دي هنلونها باللون اللي هو الثان طبعا انت بتلون ليرز عشان ترتاح وانت شغال يعني انت هتنظم وهتخطط صح وهتعمل ريج صح هتقدر تعمل انميشن بكل سهولة وانت مرتاح ومش متلغبط وهنيجي هنا عند الجسم هللونه بلون اخضر وهنفل من اللفل من عليه تاني تمام والديل هنسيبه زي ما هو وبعد ما خلصنا محاقة التنظيم اللي اراد وهماكن الانكر بوينت دلوقتي هنخش على محاقة الريجنج واللي هنستخدم فيها الديج باسر هندوس كائمة فايل وهنختار من هنا سكريبت وبعد كده هنختار ديج باسر تمام وبعد كده هنحدد الجزئين بتوع الرجلي دي وهنختار من هنا اوتو ريج بساعتها ظهر كنترول عندنا هو نقدر نحرك منه الرجل بالشكل ده تمام اللي عملنا في الرجلي دي هنعمله برضو في بقية الرجول يعني هنعمل اربعة كنترولز بنفس الطريقة وبعد كده هنبدأ ندوز على السهم ده عشان نخفي الاوبشنز الكتيرة دي ودلوقتي هنا زي ما لوننا الرجول هنلون الكنترولز بتاعتها تمام عايزين نشوف الكنترول الخاص باللون الاصفر اللي هو بتاع الرجلي دي فهنشوف الرجلي دي عالي كنترول اللي هو الكون احمر ده تمام هنلونه باصفر والكونترول بتاع الرجلي دي اللي هو لونه احمر الو ده هنلونه باحمر ساعتها احنا مش محتاجين الرجول دي خالص هنخفيها من هنا الرجول خلاص مش محتاجينه واولئا الجسم اصلاً يعناش محتاجينه برضو عشان احنا عنحرقه من كومز Lyشن بره كده انت خلاص بتدر التحكم في الرجل من كنترولز الموجوده هنا دي بالشكل ده. طبعا ما تنساش طول ما تشغل على الفايل تعمل سيف از على طول. يعني انا هعمل سيف اهو تاني. وهسمي الملف بتاعي. مثلا دج. وتفضل طول ما انت قاد تعمل كنترول اس. تمام? الخطوة اللي بعد كده هتقلل الوباست بتاعت الكنترول عشان ما تبقاش شكلها ريخ ميدائك كده. كده انت خلاص لو دزت هنا الكنترول بيبان معك كخط خفيف اوتلاين مش مش هيدائك بالخط الخين بتاعه تمام? والخطوة الجاية بقى اللي احنا هنخش عليها حركة الديل وحركة ال الودان. طبعا الكلب هو بيمشي ودانه بتتهز والديل بتاعه بيتهز. ده حاجة طبيعية. فالطريقة اللي هنحرك بها الديل هي هي الطريقة اللي هنحرك بها الودان. وفيه طريقتين. فيه طريقة بالباب تورب على طول. اللي هي عادية جدا. اللي انت اي حد ممكن يكون عارفها. وفيه طريقة تانية بتضيك. وبردو الطريقة اللي بتضيك هنستخدم فيها الباب تورب. تمام? فخلينا اقول لكم كده على الطريقتين. هتوقف عند الديل عادي جدا. وهتحط الانكرو باينت بتاعته تحت. هت تنزل بس الجسم. من هنا وهتخفي اللير بتاعه. وهتبدأ تحط الانكرو باينت هنا بالزبط. بعد كده هتدوس حرف الارة عشان تبدأ تعمل هتلاقي الديل بيتحرك معك عادي جدا. تمام? ده المطلوب. الطريقة بقى اللي بالباب تورب. هتحدد الباب تورب عادي بتاعتك. وهتحط علامة هنا. وعلامة هنا في النص. وعلامة هنا في اخر الديل. تمام? وبعد كده هتيجي عند المش هنا. هتروح تزحار في اليو عشان تجيب بتاعتك. وهتطلع مساء قدام ايا كان عدد فريمات. ده لس هنجيله في الانيميشن. وهتقف عند اول النقطة دي. وهتروح هاملها بالشكل ده. تمام? وبعد كده هتيجي برضى تطلع اي عدد فريمات تاني. وهتروح مرجع جاية بالنقطة الاولى دي. تروح واخدها كنترول سي وكنترول في. فبقى دي له بيتهز بالشكل ده. تمام? طبعا بعيدا عن السرعة وكده بس بريكم الفكرة يعني. تمام? فدي طريقة. يعني دي طريقة هنعملها بالباب ت. تمام? وفي الطريقة التانية بقى اللي هي برضه هتبقى بالباب ت. بس هنستخدم فيها دهيك. هتحط عدد تلات نقط بتوعك. تمام? وبعد ما تحط التلات نقط هتدوس حرف اليو عشان تجيب البابتس بتاعتك. وهتقف عند علامة المش دي. وانت واقف على دي. هتبدأ تدوس اد بونز اللي هنا دي. تمام? ساعة عمل لك بونز تقدر تحكم فيها بالديل. بس البونز بتفرق عن البابت. البابتس عب ببوز الشكل. البونز دي ما ببوزوش خالص. زي كده بالزبط. تمام? بعد كده تروح محدد التلاتة بونز اللي زهروا لك دول. وهتدوس من هنا اوتو ر تمام? هيزهر لك هنا. الكونترول ده لده يدر تحرف بالديل او. فهي دي الطريقة. بعد كده هنسيب كنترول زي ما هو. ونبدأ نغلل البابتس بتاع كل الحاجات دي. ودول هنخفيهم. وهنخفي معهم الديل عشان احنا خلاص مش محتاجيني الديل اصلا. عشان احنا خلاص استبدالنا بكنترول. بعد كده هندوس على العلامة دي عشان نرجع نخفي الحاجة. كده ده الكنترول بتاع الديل هندوس حرف تي برده عشان نغلل البابتس بتاعته. وهنبدأ نحرك من الكنترول الريج تقريبا. واللي احنا عملناه في الديل ده هنخش نعمله برضو في الودان. هنخش جوى الودان. وهنبدأ نحددها كده. وهنجيب البابت. وهنعمل تلات نقط. واحدة هنا. واحدة هنا. وواحدة هنا. وبعد ما عملنا النقط هنيجي عندي علامة المش اللي هنا دي. وراح دايسين عليها. وندوس اد بونز. وبعد كده خلاص البونز دي نقدر نحرك منها. بس احنا محتاجين نعمل كنترول. هنحدد التلاتة دول وهندوس اوتو ساعتها فيه كنترول هيتعمل هنا بالشكل ده كده. وهنبدأ نحرك الودان عادي جدا. تمام? بعد كده رخفيني التلاتة دول كده. مش عايزينهم. هنقلل اللوبست بتاعتهم برضو الاول. بعد كده هنبدأ نخفيهم. وهنخفي الودان نفسها خلاص. بقى عندنا كنترول. وهنقلل اللوبست بتاعت الكنترول ده. وبعد كده هنيجي عندي الودان دي هنعمل لها سهولة عشان تبلى واحدة. وهنبدأ نجيب البابت وهنعمل تلات نقطة نقطة هنا بنقطة هنا بنقطة هنا وبعد كده هندوس على المش. انتأكد انه احنا قوفيني مع المش هنا دي. وبعد كده هندوس ابvate كده ايضا فاتبونس وبعد كده نحد الثلاتة الثلاتة البونس اللي احنا عملنا مدل happen وبعد كده خلاص بقى عندنا كنترول نقدر نحرك منه بالشكل ده وبعد كده هنقلل اللوبست بالكل الليرز دي. كده هنخفيهم بس قبل ما نخفصل احنا لازم نلغي السول بتاعنا يعني لغي السول من عليها حاجة موجودة وهنخفي دول وهنخفي برضو الودان دي خلاص مش عايزنا كده احنا بينا نتحكم من هنا هنقلي الباسطي بتاع ده ندر نتحكم من هنا بالشكل ده بس الودان هنا ماشي الناحة دي فلو انت عايز تحكس الناحة التانية كده الودان بقيت تتحرك الناحة دي تمام بس بالشكل ده بعد كده نرجع تاني للكلب ككل كده احنا خلاص خلصنا الرج بتاع الكلب وطبعا لازم تأكد انك على طول بتاعمل سيف من طول ما انت شغال عشان الملف بتاعك لو حصل له حاجة تقدر ترجع له بالسولة تاني بعد ما خلصنا مرحلة دلوقتي هنخش هنعمل للكلب ده احنا خلاص خلصنا شغل بالضايق وعملنا به الرجل هنفل بقى البنال بتاعة الضايق وهنبدأ ندوس عشان نزر المسطرة اللي عندنا جوة البرنامج وهنبدأ نشد منها جاية كده بالشكل ده بحيس ان هو هيبقى كأنه الارض تمام بص الكلب بتحرك ازاي بيبقى الرجل دي يعني الرجل دي بتبقى قدام فبالتالي المقابلة اللي هي هين دي هتبقى قدام برضو ودي هتبقى ورا ودي هتبقى ورا يعني رجل عكس التانية فهمتوا قصدي يعني بص خلينا اقاريكم ازاي? دلوقتي هنرفع الرجل دي عادي جدا كده. تمام? في المستوى ده تمام? هتحط جايد هنا عشان تخلى الرجل كلها في نفس المستوى ده. الرجل دي هي اللي قدام تمام? يبقى اللي عكسها هنا دي دي الها تبقى قدام زيها تمام؟ طبعا على الجايد اللي احنا عملناه فبقيت الرجل في المستوى ده. والرجل التاني هترجع لورا بالشكل ده. والرجل برضو التاني هترجع لورا بالشكل ده. تمام? وهتعمل كلها بتاعة الرجل اللي انت عملتها دي هتعمل لها حرف البي هتحددهم كلهم وتدوس حرف البي وتعمل تمام? بعد كده هتطلع زي بتاعة البناد مين آآ هتطلع برضو اتناشر فريم قدام. وهتروح اكس اماكن الرجول يعني الرجل الورا قدام والرجل اللي قدامه وراء. تمام? هتروح اجيب دي مسلا مرجحها وراء بالشكل ده. وتجيب دي برضو تروح مرجحها الوراء. لأ دي. دي اللي هي لونها بصوش عارفة حددها فهنقف هنا نحددها من لير بتاعها. كده دي. تمام? وبعد كده الاتنين التانيين دول هيتطلعوا اللي قدام. اللي هي دي. كده تمام جدا يعني هو كده بدل رجليه خلاص اهو. وهو في النص هنا تلاحز ان هو بينزل على الخط التاني اللي احنا عملناه. ده المطلوب بالزبط. ان احنا كده عملنا خطين ان هو يطلع بجسمه ودي هنعملها بره في الكمزيشن. بس كده هو كده في الوضعية دي وبيرجع رجليه تاني بيبدلها. وبرضه هنطلع على اتناشر فريم تانين يعني عند الاربعة عشرين. زي المشي بالزبط. لو انت مشوفش فيديو المشي بتاع الكاراكتر. شوف هيزهر عندك في الايفون. هناخد دا كوبي كنترول سي. ونحط هنا كنترول في. وهنا برضو نفس الكلام. بحيس ان هو يرجع على الرجله تاني بنفس الوضعية. فبقى يتحرك كده معاني. بس تمام? الخطوة اللي بعد كده هنحدد الديل وهنخليه يمشي مع الرجل بالزبط. هندوس حرف البي. وهنعمل كيفريم هنا. وهنا بقى مش هنطلع اتناشر. انت لازم تاخد بالك ان الكاراكتر من الصف لحد الستة هو بيطلع بيقف على حيله وبعد كده ينزل يوطي تاني ينزل رجله ويقف تاني. ده احنا هنعمله في البوزيشن بس في الاخر. فانت هتيجي عند الفريم السادس بالزبط في نص دول. وهتروح محرك الديل بتاعك. يعني مش هتحركه من الاثناشر. لا هتحركه من السادس. تمام? فانت هتبقى قايف عند اول فريم هتعمل مسلا الديل كده. بالشكل ده. تمام? هتيجي عند الفريم السادس اللي هنا. هتروح مرجع الديل اللي هو كده. بالشكل ده مسلا. اما جيه وقف مسلا. تمام? وزي ما انتو عارفين في قاعدة اللي هنمشى اللي احنا قلناها اي حاجة بتحرك في ارك فانت لازم تعمل الكيرف بتاعك كده بتاع الديل. نيجي نفرق كده هتلاقيه بيمشي في كيرف بشكل كويس. تمام? بعد كده الكي فريمين دول هناخدهم كده سي. وبعد كده هنقف هنا هنحط كنترول في. تمام? بقدر يتكرره معنا. وهنيجي عند الفريم الاخير اللي نقف عنده ده. هناخد اللي في النص. كنترول سي وكنترول في. فهمتوا الفكرة كده بقى يتحرك بالشكل ده. الديل بقى يعمل معنا كده. تمام? وبعد كده هنعمل افست للديل اللي هي برضو شرحناها في قاعد الانيميشن اللي هي هنطلع الكيف بتاعت الديل فريمين قدام مسلا. عشان خليهم مع الرجل بالزبط. فريمين قدام. بالشكل ده تمام? بعد كده نخش على الراس. هنيجي بقى عند الودان هنا هنحركها نفس حركة الديل بالزبط. طبعا هنكون فتحين عندنا هنا في الاول. بعد كده هنيجي عند اول بوس او اول وضعية والكلب ننزل رجله كده عند الفريم الاول. هنخلي مسلا الودان كده بالشكل ده. تمام? طلع القدام كده سني. وهنعمل ساعت هكيه هنا. بعد كده هنطلع قدام ست فريمات. اما الكلب يبدأ يوقف شوية. نعمل اللي قدام نحركها كده بالشكل ده. تمام? خدت بالكم. بس هيخلي الحركة بتاعتنا هنا في زي ما قلنا. كده الحركة بقت معنا بالشكل ده. تمام? وده المطلوب. بعد كده هناخد الاتنين دول كوبي كنترول سي. وهنقف عند الفريم اللي اتناشر. وهندوس كنترول في. تمام? عشان تفضل تتكرر معاني. وبعد كده هنيجي عند الفريم اللي الاربعة وعشرين. اللي هو اللي هنا بالزبط. هناخد اللي في النص ده كنترول سي وكنترول في. كده الحركة معانا عملت بالشكل ده. تمام? ده المطلوب. نتفرج كده. كده الحركة تمام معانا حركة الودان. هنعمل الكلام ده برضو في الودان التانية. هنعمل هنا وهنطلع نيجي يعني نقف عند الفريم ده. بعد كده نبدأ نحرك الودان بتاعتنا قدام شوية كده. تمام? بالشكل ده. وبعد كده هنيجي عند الفريم التاني. وراح مرجعين الودان ورا. كده. وبعد كده احنا محددين اللير كده هنعمل حركة بتاعتنا ارك هنخلي بتاعنا واخد الشكل ده بالعلامة دي واخد شكل كيرف كده الودان بتاعتنا اتزبطت خلاص تمام هناخد الاتنين دول كده كنترول سي وهنوفينا عند الفريم الاثناشر ونحط كنترول في وهنيجي عند الفريم الاخير انا رح واخدين ده كنترول سي كنترول في وهنطلع ده فريم قدام يعني نخلي ودان سابقة ودان تانية فريم وعند اتنين دول كلهم اصلا مع بعض هنخلي الودان ككل اصلا مسابقة فريمين واحد اتنين كده بالشكل ده نيجي نطلع بقى عند الجسم الكلب ككل دي كده الحركة معانا تمام هنخش جوا الراس تاني وهنبدأ نخليه بربش بعينه هنقفل القفل بس من اللي عندنا دي وطبعا الودان برضو محتاجين نقفل من علي القفل بس احنا خفي هنا هندوس هنا عشان نزرها تاني وهندوس القفل هنا والقفل التاني برضو هنا ونرجع نخفيهم تاني وهنيجي عند الجفن ده هنروح حطين نقطة هنا كده بالبنتول تمام بعد كده هندوس على السهم ده علشان نفتح الكونتكتس وبعد كده بعد كده الباص وهنعمل كفريم عند الباص وهنطلع قدام اربع فريمات بعد كده هنبدأ ننزل العين دي كده تحت بس اتأكد انت بتنزل العين انك واقف على دايس على اللير مش دايس على الباص عشان الناس كتيرا واعت في المشكلة دي وسأل اتنيني على الانستجرام وفي كزا حتة تمام هتبقى قداس على البنتول وانت واقف على اللير مش على الباص وهتروح منزل الباص بتاعتك بالشكل ده كده هتغمض العين بص كده كده غمض بالشكل ده تمام وهتطلع قدام اربع فريمات تانين وهتخلي اقفل عينه يعني مش هتخليه فتح عينه على طول يعني هتخلي اقفل عينه والمدة دي كلها تمام بعد كده هتطلع اربع فريمات كمان وتخليه فتح عينه فهتاخد الاول اللي هو اللي فتح عينه كده وبقى يغمض عينه كده بالشكل ده تمام بعد كده ندوس على السهم ده خلاص خلصنا هنا وهنيجى عند الجفن التاني ونحط نقطة هنا بالبنتول بعد كده هندوس على السهم ده وهنفتح 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 الباص وبعد كده هنعمل هنا وهنطلع قدام اربع فريمات بعد كده نتأكد ان احنا قفين على وهننزل كده بالشكل ده تمام وهنطلع قدام اربع فريمات تانين هناخد ده خليه قفل عينه لسه لكده اطلع اربع فريمات تانين بعد كده ناخد الاولاني كنترول سي وكنترول في نتفرق كده بالشكل ده تمام طبعا لو عايز تحرك النني بتحرك النني بالبوزيشن عادي بتاعك يعني النني عادي بتفتح في النني هنا وهتبدأ تحركه عادي ما فيهاش اي مشكلة احنا مش عايزين نحرك النني هنا عايزين عينه سابتة هنيجي نطلع برة هنا كده الحركة بتاعتنا تمام بس نقيسها طبعا ان احنا نقرر الحركة نعمل لها لوب فهنيجي مسلا عند اول كيفريم هندوس على الستوبوتش هنا وبعد كده هنيجي عند السهم ده وهنختار بروبارتي وهنختار اللو بقاول اللي هي اخر واحدة هنا دي اللي هي فوق الكي على طول هنا بالزبط تمام وبعد كده مفروض تعمل نفس الخطوات دي وطبعا احنا شرحنا دي بتاعت البنقدمين اللي هي ازد الكاركتر زي يعني اللي هي الكارتون مش الحيوانات فنفس اللي احنا اختارناه هنا فهنختاره في الباقي فاحنا بدلا ما نختاره كل مرة واحنا محددينه كده هندوس كنترول سي عشان ناخده كوبي ونحطه هنا على طول كنترول في تمام هندوس على الستوبوتش دي وندوس كنترول في وهنفدر نقرر العملية دي في كل الحركات اللي احنا عملناها فهندوس هنا وكنترول في وهكذا وهنخش جهة الراس برضو نعمل نفس الكلام اللي الجفن بتاع العين هنخليه كده كل فترة يعني كل فترة بيبربش بعينه يعني هناخد دول كوبي هنا ونحطهم بيست هنا ودول برضو نفس الكلام كوبي هنا وبيست هنا ونطلع قدام شوية حلوين كده احنا مش عايزينه يتكرر يبربش على طول هنخليه كل فترة كده مسلا بالشكل ده نبص كده هفرق كده تمام نتفرج كده على الانيميشن من بره كده هنقس له حاجة واحدة بس اللي هيبقى في الرأس يعني هنيجي نعمل هنا عند الرأس وهنطلع قدام ست فريمات وهنخر الراس تترفع كده فوق تمام والاولان يعني اولان ممكن نقط الرأس كمان يعني ممكن نعمل الرأس كده وهنا بيرفع رأس تمام وهناخد دول كده كنترول سي ونطلع عند الفريم اللي اتناشر اللي هو هنا وهنحطهم كنترول في وهنيجي عند الفريم اللي اربعة وعشرين اللي هو هنا هناخد ده كنترول سي وكنترول في وهنعمل الراس برضو مشان خليها ماشي مع الرجل نخلي الراس لأ ممكن نخلي الراس هنا كده بعد فريم واحد وطبعا هندوس alt click وبعد كده ناخد من هنا وهنحطه هنا بس ترول سي وكنترول في فرق كده كده تمام هنخرج بقى برة الكمبيزيشن ده هنيجي عند الكمبيزيشن اللي برة ده الراحدة يسين حرف بي. عشان نعمل هنا. وبعد كده هنعمل وهننزل كده بالكلب تحت شوية عند الارض بالزبط. نخليه واقف على الارض. بالشكل ده. وبعد كده هنطلع قدام ستة فريمات. هنلاقيه هنا بدأ يرفع جسمه. هنروح رفعينه برضه بالبوزيشن. بالشكل ده. وبعد كده هنكرر برضه الاتنين دول. كنترول سي. وهنطلع عند الفريم الاتناشر. وهندس كنترول فيه. وهنيجي هنا عند الفريم اللي اربعة عشرين. هناخد اللي في النص ده كنترول سي وكنترول فيه. نتفرق كده. كان ماشي كويس. بس بعد كده بوز. ليه بقى? عشان احنا ما عملناش برضو هنا اللوب. فاحنا هندوس وكليك على وهنخش على العلامة دي ونختار بروبارتي وهنختار اللوب قوة الاخيرة. كده بص بقى يعمل ازاي? كده بقى ماشي عادي جدا. تمام? كده هنفوش اي مشكلة. طبعا هو لو في مشاكل او حسس ان في حاجة انت ممكن تزبطها. لكن دي الفكرة يعني عمتا. تمام? بس ده كده كان الماشي. وبعد ما خلصنا مرحلة الوقس سايكل. الوقت هنخش على الكلب التاني اللي احنا مكرردوله اصلا. مفروض هنعمله ريج. بس انا هجري مرحوات الريجي لان هي هي نفس المرحلة اللي احنا عملناها في الاول. فانا مش اعيد المرحلة دي تاني لانها هي هي اصلا. يعني زي ما عملت ريج في الكلب الاول بنفس الطريقة هتعملو في الكلب التاني. وهو هو اصلا نفس الكلب. فالله بينا نرجع على البرنامج ونشتغل. بس كده انا كده عدت الرج تاني بتاع الكاراكتر التاني اللي هو هو اصلا بس علشان هقدر اشرح الجاري والمشي بتاع الحيوانات في فيديو واحد. بصوا في الجاري بقى الدنيا مختلفة شوية حتى في الدنيا هتبقى مختلفة. اول حاجة هندوس طبعا عشان نعمل ارض. تمام? ودلوقتي الكلب هو بيجري رجله بتبقى محضوفة قوي يعني مش بيتبقى مجرد تانيها تاني عادية زي المشي لا تبقى محضوفة. بس هي نفس القاعدة بتاعت الرجل قدامه رجل ورا. يعني مسلا دي هتبقى ورا كده بس هتبقى ورا. وهتبقى لفة كده واخد كده. بالشكل ده. خطي بالكم. تمام? هنعمل بقى هنا. تمام? وهنا برضو يعني في كله وهيبقى. وهنشغل في كله مع بعضه كده. وهنكمل بقى لشغل بتاعنا. الرجل دي كمان كده هتبقى وراه. طبعا انا بدورها كده باداة التدوير اللي هي الشرطة قط بتاعها حرف الدابيو. يعني لو دست حرف الدابيو بتقدر تدور كده. لو دست حرف الفي بتجيب المفطول وتقدر تتحركها كده. تمام? فانا دلوقتي بقى لف بالدابيو وبحرج بالفي. بس هنخلي دي كده مسلا. ممكن نديها تانية زيارة. تمام? والرجل دي بقى اللي هتطلع قدام. وهتبقى مفروضة كده قدام شوية. تمام? بعد كده وردو هنعمل خط التاني اللي هو الخط اللي هيطلع الرجلة هتطلع فيه. ونخلي بقى ايه يعني دي عند الخط التاني. بالشكل ده. تمام? بس كده ده كده البوز الاول. لو انت مش عارف ايه يعني ايه البوز? البوز ده اللي هو الوضعية الاولى بتاعت الانميشن بتاعتك. يعني انت بتشتغل يعني وضعية وضعية فقط. انت الوضعية دي الاولى. بعد كده هنطلع عند الفريم بالزبط اللي هو اولا انا نسيت اقول لكم بص الوكسايكل اللي قال ماشي تبقى 24 فريم كلها صح? وبنقسمها 12 و 12. انما الران سايكل اللي هي دورة الجاري او كلب يجري هتبقى 16 فريم كلها. فستاشر فريم اتقسم تمانية وتمانية. فاحنا هنطلع عند الفريم التامن بقى هنا. عشان ده كده هيجري فالازم يبقى اسرع. تمام? وهنعكس وضعيات الرجول. اما كده هنعكسها بس. ده اللي هنعمله. تمام? بس كده خدت بلك. بقت الرجول بيتعكس بالطريقة دي. تمام? بعد كده طبعا زي ما انتم عارفين اه هنطلع برضو مفروض بقى انه في العادي بنتلع عند الفريم اللي هو بيمشي بس احنا هنا قلنا هنطلع عند الستاشر عشان هو بيجري فقط. فريماتها تبقى ادية فتحركها تبقى اسرع. فناخد الاتنين دول كنترول سي وكنترول في ودول برضو كنترول سي وكنترول في. وهكذا في كل بتاعة الريج. الاولى هتبقى الاخيرة. نتفرج كده. بس كده تمام? هنخش جوا الدماغ. طبعا هنحرك اول حاجة الودان. هنقف عند الكنترول بتاع الودان. هنعمل في الاتنين. وهنمسك الودان الاولى الاول دي. بعد كده هنطلع قدام اربع فريمات بقى. لان احنا بقى هنقسم ايه? يعني ستاشر هنقسمها تمانية وتمانية. والكلب بيطلع فوق في الاربعة الاول الانيين. يعني هنقسم اربعات من الستات زي الماشي. فهنيجي هنا عند الاربعة. عند الفريم الرابع. وهنخلي الودان تطلع قدام بالشكل ده. هي مفروض هي بيقف. هنخلي الودان هي اللي ترجع الورا. هي ترجع الورا بالشكل ده. وقدام هتبقى هي اللي طلع قدام. كده. وبعد كده هناخد دول كوبي. وهنطلع قدام اربع فريمات بس. اربع فريمات يعني هيبقى فين عند التامن. التامن بقى اللي هو فين? التامن اللي هو هنا. ده التامن تمام? هندوس كنترول في. وهنطلع بقى عند الفريم الستاشر. وهناخد اللي في النص ده كنترول سي وكنترول في. تمام? واللي احنا عملناه هنا ده برضه هنعمله في الودان التانية بنفس الطريقة. وطبعا ما ننساش الارك. وبعد كده هنرجع تاني للجسم الكلب ككل. وهنعمل برضو الديل بقى دلوقتي. هندوس حرف البي. وهنبدأ نعمل كفريم اولاني. الكلب هو هنا. نخلي الديل كده بالشكل ده. واما يوقف هنا عند الفريم الرابع. يعني عند الفريم الرابع هو بيقف على حاله. كده بالزبط. هنخلي الديل وراء. وبعد كده هناخد دول كوبي. هنقف هنا هنحطون وهكذا برضو هنحط الفريم اللي في النص في الاخر. بس كده بالشكل ده. تمام? طبعا بقى نقس لنا ايه? الراس هنعمل لها هنحط كفريم هنا وهنطلع قدام اربع فريمات. وهنا هنخليه منزل راسه شوية. كده. وبعد كده هنا هنخليه منطر على راسه. حابة حلوين كده مسلا. وهكذا هناخد دول كنترول سي. وكنترول في عشان نقرر الحركة. وهنيجي عند الاخير هناخد اللي في النص كنترول سي وكنترول في. نتفرج كده. كده الدنيا تمام جدا. اللي نقس لنا دلوقتي ان احنا نعمل لوب للمشا اللي احنا عملنا ده زي ما عملنا في المشي بالزبط. هندوس على الاسطوب واتش. وبعد كده من هنا بالسهمة ده هنختار بروبارتي. وبعد كده نختار له بقى ونحدده. واندوس كنترول سي. وندوس هنا كنترول في. نبدأ بقى نقرر ايه? نحط كنترول في ده في بقية طبعا الحركة هناخده شوية حاجاتي هناخد شاف الودان مش مزبوطة محتاجة تتزبط. فاحنا هنزبط الودان. اتفرج كده. انا شايف الحركة تمام. هنعمل طبعا افسيت. هنطلع دول قدام شوية. فريم. ودول بقى كلهم هنطلحهم فريمين. وبعد كده نبدأ نعمل هنا عندنا مسلا في الديل. الديل مسلا هنطلع قدام فريم فريمين مسلا تلاتة كويس. نجرب يعني. والرأس هنطلحها فريم واحد. ونشوف كده. هي الحركة طبعا لو محتاجة تصبيت انت بتزبطها انا بوريك الفكرة العامة. بعد كده نطلع بره الكبير اللي فيه الحركة دي. وهنبدأ بقى نعمل ايه? نبدأ نعمل هنا زي ما عملنا في اللي فات بالزبط. بس هنا طبعا مش هنسيب ستة زي هنا لأ احنا هنسيب اربعة زي ما قلت. فهنعمل هنا وهنطلع قدام بالزبط اربع فريمات كده. وهنا مزبوط. هنا بقى هننزله شوية. هننزل الكلب كده. وهنا بيطلع فوق. هنا محتاج يطلع فوق شوية. كام? هو لازم اصلا جسمه بيرتفع كده فوق. وبعد كده هناخد دول كوبي وهنيجي عند الفريم بالزبط التامن اللي هو هنا. وبعد كده هنا هنيجي عند السستاشر ناخد اللي في النص ده كوبي بس طبعا هو محتاج لوب فهناخد هنا كوبي وهندوس قلت وكليك على وهنحطه بست ونتفرج كده. كده الفكرة تمام? بصوا هنا بقى ماشي بالراحة كده وشكله زعلان وهنا حس ان هو بيجري او ماشي بسرعة. بس هي دي الفكرة. ممكن بقى تبالج مسلا تخليه بيطلع قوي يعني مسلا بيجي يطلع فوق يعني هو هنا نزل تحت. هنا بقى تخليه طلع فوق شوية. ساعة هتاخد ده كوبي بتحط بست هنا. نتفرج كده. خط بلك بقى عامل ازاي? وممكن تعمل دول ازي از. بحيس الحركة تبقى سالسة كده متدرجة. بالشكل ده. فهمتوا الفكرة? بس كده. وممكن بقى الحركة هتنزلها شوية يعني. ما شايف انها محتاجة تنزل. وهتاخد ده كنترول سي وكنترول في. نجرب كده ما نشوف. بس ده واحد كده بيجري في مكان وده واحد ماشي في مكان. وطبعا لو انت عايز تماشيه بنفس الطريقة اللي احنا ماشيناه في وهمشيهم ده وقت قدامكم وابريكم هنمشيهم ازاي? والسحاب بقى بالنسبة لناس كتسألتني كتير على حركة السحاب دي هي دي حركة يعني سهلة جدا فاشا اي مشكلة بتعمل هنا للتلاتة وتطلع قدام مسلا اي عدد تطلع قدام مسلا خمس ثواني وهتعمل تاني هنا وهتيجي عند الاول مسلا هتروح حاطة السحاب بتاعك هنا بالشكل ده. والاخير هتروح نخلي السحاب بتاعك يطلع برا. بالشكل ده كده. نتفرج كده بقى. طبعا هو بطيء جدا. فاحنا ممكن نخلي السحاب يعني يبدأ هنا مبرة يبقى مبرة خالص. كده بالشكل ده. ممكن بقى نخلي سحاب تسبق يعني سحاب يسبق سحاب. فيهمة الفكرة يعني مسلا دايق كده نرعب في بتاعهم نتفرج كده. بالشكل ده كده. فهو ادلك احاق ان الخلفية بترجع الوارة فتحس ان الكلب هو بيمشي لقدام. لكن هو في الواقع ما بيمشيش يعني. طبعا ما تنسوش على طول احنا اصلا خلصنا بمشروع. بس ما تنسوش على طول. لو افترضنا انك انت عملت بس او وعايز تخليه يمشي فعلا يعني بيمشي بقى ما يبقاش ماشي بالطريقة دي. بتعمل ايه? بس. هتيجي توقف عند بتاعك ده. وهتروح دايز كنترول وشفت وحرف السي. وهتختار التاني ده عشان يدخل لك كل الفريمات بتاعتك جوه ما يتبقاش برا كده. بعد كده تروح دايز اوكي. ده كده اللي احنا دخلناه الماشي. تمام? هتروح عامل هنا ومسلا تعمل واحد تاني عند السادس. وبعد كده تيجي عند الاول تخلي الكلب برا وتيجي عند الاخير. وتخلي الكلب برا الناحية التانية. متفرق كده. بس بقى ماشي بالشكل ده. لو حاسه بيتزحلق طبعا انت محتاج تزبطها وتزبطها بالطريقة اللي احنا قلناها في اللي احنا تعلمناها اختصارها الوقت الفيديو ده عشان احنا شرحنا حاجتين تقال. فانت طبعا كده عارف الطريقة انك بتحط جايد وتخليه يمشي خطوة وبعد كده تطلع قدام. طبعا دي انا شرحتها. بس انا شايفه كده تمام جدا يعني كده بين خلاص ان هو ماشي حزين. وزي الفل يعني كده تمام جدا. ولو انت بقى عايز تخليه بيجري. فهتخفي ده. وبعد كده تروح دايز وحرف سي. وهتختار تاني ده تتأكد انك مختاره. وبعد كده هتعمل هنا. وهنا بقى احنا عملناها للحد الساني خمسة هنا ممكن التالتة. وبعد كده انامي هنا تاني. ونيجي عند الاولاني يخليه برا. ونيجي عند التاني. هنخليه برا ننحط تاني. بالشكل ده. نتفرج كده. بس كده. كده خلاص الكلب بقى بيمشي وبيجري. بس وبكده فيديو النهاردة خلص. ولو الفيديو عجبك واستفدت فعلا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. وتسيب لنا تحت كومنت حلو. ما تنساش تعملوا فلوة عن الستجرام لان هناك هنزم معيد الحلقات وحاجات مهمة. وما تنساش لو شايف الحلقة مفيدة تعمل لها شير عشان صحابك يشوفوها ويتعلموا. واستنوا الحلقة الجديدة. سلام. اشتركوا في القناة